حول الموضوع ينضم لنا عبر الأقماص النعيم من بيروت الدكتور سامي نادر أستاذ في القانون والعلاقات الدولية دكتور على الرغم من كل هذه المنشدات على الرغم من كل هذه القرارات الوضع الإنساني لا يزال متأزم في الغوطة المساعدات لم تصل إلى المحتجين وجلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الهدنة برأيكم هل يمكن أن تخرج هذه الجلسة بأي قرارات يمكن أن تترجم فعلا على الأرض؟ مع الأسف لا أعتقد أن بالإمكان تغيير أي شيء إنها ليست المرة الأولى إنها المرة العشرين هناك أكثر من 11 فيتو روسي بما يتعلق في سوريا بالسنتين الأخيرتين ولا أعتقد أن هناك تغيير أساسي يسمح بالتفاؤل لأنني أعتقد أن الطرف الروسي والنظام السوري والحليفهم الإيراني ما ذالوا يراهنون على تغيير المعادلة وتغيير بالقوة وتغيير موازين القوة لكي يبعدوا شبح أي تسوية سياسية لا تكون وفق مصالحهم نحن نتحدث الآن عن وضع أعتقد أن مصير هذه الجلسة مثل غيرها نتحدث دكتور عن وضع إنساني طارق ليس أي تسوية سياسية أو ربما أي حل سياسي يمكن أن يتأخذه المسار السياسي في سوريا لكن هنا وضع إنساني طارق محتاجين قصف أطفال صغار ومسنين بدون مساعدات لم تستطع حتى القوافل أن تصل إليهم هل يمكن أن نشهد ربما أي تحرك في هذا الصدد؟ هذا وضع إنساني طارق يعني أني آسف لأن حينما أقول يعني أعلم جيدا أن هي مأساة إنسانية ولكنه سيناريو حلب أيضا يتكرر سيناريو حلب في حلب كانت هناك مأساة إنسانية منذ أسبوع عشرة أيام لما أخذوا هذا القرار كان هناك وضع إنساني كارثي واضطرت روسيا للتماشي مع الرأي العام الدولي إلى التصويت على القرار ولكن هذا القرار بقي فارغا من أي مضمون وفارغا من أي تطبيق عملي على الأرض ما رأيناه اليوم باتجاه المساعدات الإنسانية كيف فرغت حمولات هذا مناهد لكل الأعراف ولكل القوانين الدولية ولكل القوانين الإنسانية إنه في حد ذاته جريمة حرب ولكن اليوم هناك لاعبون على الأرض يتصرفون على قاعدة أن للأقوى هو على حق وهذا شيء مناهد للأصول والأعراف الطريق الوحيد الطريق الوحيد هو قرار تحت الفصل السابع هذا هو الطريقة الوحيدة لإيصال هذه المساعدات ماذا يعني ذلك؟ قرار تحت فصل السابع شرح لنا أكثر ذلك يعني إذا كان هناك من لا يريد أن يدخل هذه المساعدات سوف يواجه بعقوبات عسكرية يعني أن تكون هذه المسألة بمثابة المسألة الأغاس الكيماوي هناك قرار واضح وكل من يتخطى هذا القرار يتعرض لعقوبات عسكرية إذن لابد من تنظيم القوة بخدمة القانون وليس العكس كما نراه نعم شكرا لك على هذه المداخلة دكتور سامي نادر أستاذ في القانون والعلاقات الدولية كنت معنا عبر الأقمى الصناعية من بيروت شكرا لك شكرا لك